السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله النهاردة معادنا مع حل الدرس الاول من الوحدة التامنة اللي كلنا منتظرينها. تمام? هنحلها مع بعض واحدة واحدة كده هو. نفهم كويس الاسئلة بتتكلم عن ايه? وين حلها? اول حاجة بقول لك هو اللي هو حماية الكوكب بتاعنا. بقول لك اول حاجة فكاب اللي هي الكلمات. read the definitions اقرأ التعريفات. التعريفات ديت عندي خمس تعريفات. of environmental problems للمشكلات البيئية. undefine the words in the word search. ببعا كده هنلاقي الكلمات فيه. رح ونلاقي الكلمات فيه هنا. في البازل بي. طب بيقول لك. damage cause cause to the air by chemical and waste. ضرر بيحصل للهواء باستخدام الكاموايات والفضلات. اللي هي اعتباء ايه? air pollution. air pollution. تمام? طيب. number two. a place where people leave rubbish on the land. مكان الناس بيسيبوا فيه الكمامة في الارض. يبقى اللي هي land fill site. land fill a site. طب هنلاقيها فين? هنلاقيها هنا وكده هوت. land fill site. اتمنى ان يكون الارض واضح. طبعا هنطو بتشوفوا معي واحدة واحدة. فان شاء الله. كلها هتبقى واضحة بقدامكم. يبقى land fill site. اوكي? يبقى number two. land fill site. طب number three. a problem in the architect. and anti-rect because of global warming. مشكلة بتحصل فيه القطبين المناطق القطبية بسبب الاحتباس الحراري. ايه اللي بيحصل في المكان اا المناطق القطبية بقى فيها ايه? thalq صح او لا? طب ايه اللي بيحصل هناك بسبب الاحتباس الحراري? الثلق ايه? بيتو. فدلوقتي يعني ايه اه الثلق? فين? هنبص فيها كده هوت? هتبقى موجودة هنأول هنا. ،حانا. ملتين از. اوكي? ملتين از. اوكي? ملتين ايه؟ يبقى انا ممكن اكتب هنا بردو. سمحوا لي اكتب general. الخطر تبقى واضحة. هنا نمبر فور لما كل الأشجار اللي في منطقة معينة بتتقفها يبقى ايه قطع الأشجار اللي هي فين بقى دور مع بعض أيوة سطر واحدين تلاتة اربعة الرابع من تحت من الأول للآخر واخدك كلمة واخده السطر كله دي كلمة دي اهي اللي هي غابة طيب يبقى عندي كده حاجة بتقتل العشاب البحرية او الشعاب المرجنية سوريا حاجة بتقتل الشعاب المرجنية ايه هي اللي هو ان المية تتصير اكسر ايه حرارة او اكسر اللي هي عندي هنا هو الآخر سطر خالص وارمر دبل او اي ار ام اي ار س اي اي اس عندي هنا كده وارمر سيز وارمر اي سيز تمام واضحة طيب السؤال اللي بعده بولك وصل عشان تخصل ايه على سؤال معناها اللغويات بقى تمام اللغة طيب هنا هنوصل عشان نعمل ايه سؤال طيب هتعمل ايه لو انت ما عديتش امتحاناتك السنة دي ان شاء الله هنعديها كلنا ان شاء الله نمبر دو what will happen if i bought الا يحسن لو انا حطيت ايه بقى if i bought this plastic in the fire لو انا حطيت البلاستيك دوت فين في الفاير في النار يبقى هندي هنا ايه يبقى عندي هنا ايه يبقى what will happen if i bought this plastic in the fire لو انا حطيت الفلاستيك دوت في النار طيب نمبر ثري how will addiction feel if he طارق هيعمل ايه لو هو ذهب للسرير متأخر جدا النهار يبقى عندي هنا ايه ايه يبقى حاول طارق هيشعر بيه حاول طارق نمبر فور هل دينا هتكلم انجليزي كويس لو لديها رحوا اتنقلوا لكندا يبقى عندي هنا نقولها مرة كمان نقولها مرة كمان انا هعمل ايه لو انا ما فيمتش الواجب بتاعي يبقى عندي هكذا يبقى عندي كده نقرأهم كده مع بعض ما ستفعله ايه لا تفعله ايه هعمل ايه لو انا مفهمتش الواجب بتاعي تمام طب السؤال اللي بقى كده بقول ايه now answer the questions in exercise 2 for you جاوبة على الاسئلة اللي موجودة في exercise 2 بنسبة لك انت يعني الاسئلة دي تخصك انت كل واحدة هيجاوب بيها على حسب رأيو بتاعه بيقول لك هنا ونمبر وان what will you do if i don't pass your exam this year قالك i will work much harder next year انا هزاكر او هشتغل ايه اكتر بشكل اكتر السنة جاية طبعا احنا هنشتغل كويس جدا السنة دي عشان اصلا ربنا يسهل كده هوت وان شاء الله السنة جاية يكونوا في مكان احسن ان شاء الله نمبر 2 what will happen if i but this plastic in the fire اللي هيحسن لو ان حطيت البلاستيك دوات في الفير يبقى this يبقى كده it will melt it will ايه melt هتزوب هتسيح اللي هيحسن يبقى this plastic will melt this plastic will melt it will melt هت ايه هتسيح طيب how will tarik feel if he tarik هيحس بي ايه if he goes to bed very late tonight he will feel tired he will feel tired هيحور بيه بالتعب he will feel tired number four will dina speak good english if her parents move to canada هنا بقى سؤال ممكن قولي yes she will نعم she yes she will speak good english if her parents move to canada yes she will tab number five what will i do if i don't understand the homework i will ask my انا هسأل هعمل الى وانا ما كنتش فاهم الواجب i will ask my parents والدي او ممكن مثلا i will ask my teacher هسأل المدرس بتاعي تمام وبكده طلاب الاعزاء نكون انتهينا من اه الدرس الاول في الوحدة التامنة اتمنى انتم تكونوا استفدتم منها واتمنى ان الحل يكون واضح شكرا لكم طلاب الاعزاء وان شاء الله انتظروني في اه حل او تكملة اسئلة الكتاب المدرسي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته